مرحبا أصدقائي إن شاء الله تكونوا بخير بها الفيديوهات رحكمل قراءة بحث الكارديولوجي من كابلان قراءة سريعة مع ترجمة لكن رح فيها حكم في فيديوهات تانية للتراكيب رح أعمل فيديوهات كيف تعمل بريزنتيشن بالإنجليش لكن هالفيديوهات قراءة سريعة وترجمة لبحث الكارديولوجي من كابلان فبنتابع كاردياك تروبونينز التروبونيات تي والآي والسي موجودة في العضلات المخططة والقلبية يعني الهيكلية والقلبية معناها يعني التي والآي بيختلفوا من العضلات القلبية عن الهيكلية لذلك يسمون كاردياك تروبونينز التي والآي بيختلفوا بين القلبية والهيكلية They are the preferred markers for the diagnosis of myocardial injury فهي الماركرز الواسيمات المفضلة لتشخيص الأمآي myocardial injury تروبونينز تي والآي have similar sensitivity for the detection of myocardial injury تروبونينز تي والآي إنه نفس الحساسية في تشخيص أو في كشف الأصابة القلبية But unlike troponin I levels لكن بعكس مستوى التروبونين I Troponin T may be elevated in patients with renal disease polymyositis or dermatomyositis معتر بعكس التروبونين I التروبون T قد يكون مرتفع في آفات مثل القصور الكرية التهاب للعضلات أو التهاب الجل والعضلات Thus لذلك تروبوني I is preferred in most settings لذلك هو المفضل في معظم الأوقات حتى يقول له كان مئة بالمئة واسم للقلبي الآي هو مهية بالمئة بطرقة المواحد الآي ككلمات ما عد فيه كلمات جديدة كلها معروفة التروبونيات القلبية بشكل نموذجي تقاس هذا مبني المجهول في قسم الأسعاف عند الخبول في قسم الأسعاف emergency department admission يعني خبول and repeated وتعاد بعد 7 ساعات إلى 12 ساعة بشكل نموذجي بشكل نموذجي بشكل نموذجي CKMB and troponin are considered to have had acute myocardial infarction لكن المرد في عندهم انتفاع CKMB والتroponins بيعتبروا أنه عندهم acute myocardial infarction حتى شاء عضلة قلبية هاد The cardiac troponins may remain elevated up to 2 weeks after symptom onset منت التroponات القلبية ممكن أن تبقى مرتفعة حتى أسبوعين بعد بدء العراض symptom onset بعد بدء العراض which makes them useful as late markers of recent acute myocardial infarction وبالتالي فهي مفيدة كواسمات متأخرة لإحتشاء عضلة قلبية حديث مؤخرا طيب An elevated troponins An elevated troponin T or I is helpful for identifying patients at increased risk for death معناها ارتفاع طيب بفيدك ان تحدد المرضى المعرضين لخطر الوفاة or the development of acute myocardial infarction Increased risk is related to high troponins معتا إذا كان في مريد عنده طيب طيب مرتفعة فهو في خطر أكبر كإنذاريا فهو في خطر أكبر معرض للوفاة أكثر من مريد اللي طيب مرتفع لكن بشكل بسيط The troponins also can help identify low risk patients who may be sent home with close follow-up Close follow-up مع متابعة لصيقة معناها أنزيم التroponine بيساعد أن يتحدد المرضى low risk المخفضي الخطورة اللي في اكتبعتنا على البيت مع متابعة لصيقة بيساعدة 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 على أربع ساعات من حدوث الأنم بيساعدة 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 aortic dissection تسلخ الأبهر بيساعدة 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 يسبب توسع منصف يعني تسلخ الأبهر ويسبب توسع منصف بعض التغيرات مثل نقص في حجم الريئة أو العلامات البيعائية يعني بهذه الطرف في تفرعات الشريان الريئوي بهذه الطرف إذا اخسرتوا مثلا كان في نقص بالعلامات الريئائية قد يقترح pulmonary embolism صماري أوي وقد التركيب أخذنا صح may suggest decrease in vascular markings may suggest pulmonary embolism طيب especially خصوصا if a non-cardiac diagnosis is suspected خصوصا إذا كان التشخيص غير قلبي arterial blood gas غازات الذنب الشرياني BMP CT angiogram طبقي للأوعية may be helpful for evaluating acute chest pain قد تكون مساعدة في تقييم الألم الصدري معنى هالفحوصات قد تكون مساعدة في تقييم الألم الصدري عند المرضى اللي عندهم مؤشرات بصورة الصدر وكان التشخيص الأساسي ليس قلبي